يقول الكتاب إننا جميعنا خطى بما فيهم أنت وأنا جميعنا أخطأنا وأعوزنا كلنا مجد الله لا أحد استطاع أن يفعل صلاحا هذا خبر سيء لكن الخبر السار هو أن الله غفر خطيانا كفر عنها وأعطانا حياة أبدية بيسوع المسيح السلام عليكم مرحبا بكم في هذه الحلقة التي فيها سنكمل الأعياد الكتابية ومعانيها وعلاقتها بحياتنا اليوم يسعدني كالعادة أن أرحب معكم برابي جيسون الذي شرح لنا تلك الأعياد التي نراها في الكتاب المقدس رابي جيسون كيف حاله؟ أهلا بك حبيبي ساعدت برؤيتك باركك الرب نعم تعلم كما قلت الآن هناك خبر سيء وهو أننا لا نستحق أن نصل إلى الله ولا واحد مننا صلاحنا ليس بالقدر الكافي قلت لي مرة إنه إن قارن صلاحنا بالله لن يكون كافيا هذه بالتأكيد فكرة محبطة نعم بالتأكيد كما قلت بالضبط نحن نقرأ عن يوم كيبور في لوين 23 وسنقرأ الآية وهو يقع في اليوم العاشر من شهر تشريه كنا في المرة السابقة تحدثنا عن رأس السنة أو عيد الأبواق في اليوم الأول وبعد عشرة أيام يأتي يوم كيبور يوم الكفارة أقدس يوم في العام في الماضي عندما كانوا يقدمون الذبائح في الهيكل وتلك الأيام العشرة كانت معروفة أيضا بالأيام الخاصة بالتوبة وفي كل يوم من تلك الأيام ننفخ الشفار قرن الكبش لأنه من ضمن ما يذكرنا به قرن الكبش هذا هو أن يكون لنا كمنبه روحي أنا أتيت من بعيد لكي أكون هنا وكثيرا عندما أسافر حول العالم أصاب بالإجهاد لفرق التوقيت فمنذ يومين دق جرس المنبه لأستيقظ لكني أضغط زر التأجيل ويرن مجددا فأضغط زر التأجيل وهكذا وأفعل ذلك كثيرا أتعلم؟ نحن غرقنا في النوم روحيا والله يحاول أن ينادينا ونحن نضغط زر التأجيل الشفار عبارة عن منبه روحي هدفه هو إيقاظنا من نومنا الروحي قائلا استيقظوا استقيموا مع الله يوم الكفارة قد أتى نعم هذا يعني إن لم نسمع صوته لا يمكننا أن نخدم ولن نعرف أن خطايانا قد غفرت إن كنا نائمين مكتوب اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم لذا علينا أن نستيقظ تعرف كثيرا ما نكون مشتتين أظن الاستيقاظ مهم لأن الخطيئة تنشئ انفصالا عن الله وكانوا ينفخون في الشفار في مناسبات عديدة في لحظات مهمة في تاريخ شعب الله وإحداها كانت عندما دعي يشوع جوشوة وشعب إسرائيل أن يبدأوا في شن حرب على أريحة قال الله أن يدوروا حول المدينة سبع مرات مرة واحدة في كل يوم وأن ينفخوا كلهم في الشفار ويحملوا التابوت ويعبدوا الرب وفي اليوم السابع يدورون سبع مرات وسوف تتحتم الأصوار وهذا رمز الخطيئة كالصور إنها تفصلنا تفصلنا عن الله فكر في الأمر لحظة لو كان صديقي أو زوجتي أو أولادي وأنا فعلت شيئا سبب له أذى شيئا مهينا فعلت أمرا يؤلم مشاعره أخطأت معه ماذا يحدث؟ إنه يضع حاجزا لا لن أدعك تقترب مني كن بعيدا عني لقد حطم الشوفار أصوار أريحة وأوقعها وما نحتاجه لنختبر هذا التحول في حياتنا لأن صوت الشوفار كما قلنا من قبل هو صوت التغيير التابوت الذي كان يرمز إلى كلمة الله فيه الوصايا العشر ثم هناك أيضا تسبيح الكهنة والشعب السائر حول أريحة هذا تسبيح لله ثم هناك الشوفار وهو يمثل صوت الله وقد ذكرني صديق لي بأنه مأخوذ من كبش لذا كان يجب أن يسفك دم الكبش لكي نحصل على الشوفار لننفخ فيه وكل هذا يشير إلى يسوع كحمل الله وكما قلنا في رأس السنة وقرأنا معا جزءا كتابيا من تكوين 22 وكان عن تقديم إبراهيم إسحاق على المذبع إسحاق هو رمز ليسوع حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم حسنا نعم هناك تشابهان هنا تقديم الإبن الوحيد الإبن الذي تحبه كاد إبراهيم أن يذبحه بيده وكان إسحاق يحمل الخشب على ظهره بالضبط كما حمل يسوع بنفسه صليبه وهناك تشابهات كثيرة في النهاية حسنا ماذا حدث قدم إبراهيم الكبش كبديل عن إسحاق يسوع هو كبش الله إنه حمل الله قدما بدلا مننا أمين وهذا ما نؤمن به وأيضا هذا هو ما يغيرنا قدم الله شخصا بديلا عن البشر أمين أنت تعني قدم الله فداء لنا دم يسوع المسيح الذي يطهرنا من كل خطيانة الأمر الثاني علينا أن نسمع صوته ونستيقظ ونتوب وبعد ذلك يمكننا أن نخدمه لأن كثيرا من الناس يخدمون الله ولكنهم لا يسمعون كلامه بدون هذا تكون شخصا بلا فائدة أليس كذلك؟ بالضبط لأن أهمية ذلك أن أحد الأمور التي جعلت يوم كيبور أقدس يوم في العام هي أن الله دعا النبي داود وسليمان ليبني بيتا له وفي ذلك الهيكل الذي بنيه بيت هاميتاش يوجد قدس الأقداس الذي فيه تابوت العهد حيث يحل حضور الله بين الشاربيم الملائكة التي فوق التابوت كان مسموحا لرئيس الكهنة فقط أن يدخل هناك إلى موضع التابوت مرة واحدة في العام في يوم كيبور كان يدخل في ذلك اليوم في ذلك اليوم فقط ما كان عليه هو أن يدخل في ذلك اليوم ويرش دمى ذبائح مختلفة هناك يرش دمى الثيران وأيضا دمى تايسن ليصنع كفارة من أجل الشعب نعم من أجل نفسه ومن أجل الشعب من أجل نفسه ومن أجل كل الشعب الحياة هي في الدم نعم يضعون الدم لتحدث الكفارة على المذبح تقول الطورة بدون سفك دم لا تعصل مغفرة للخطايا ولا يمكن أن تدخل العهد لأن العهد هو عهد دم لذا فالدخول إلى العهد ونقض العهد أيضا كلاهما يتطلب دمى كما تحدثنا من قبل عندما أخطئ إلى الله يجب أن دمي يسفك لأني أنا الذي ارتكبت الخطأ صحيح نعم لكن الله في نعمته وفي رحمته ماذا قال أنا سأسمح بذبحي بديل عنكم هو بنفسه في العهد القديم قال يمكنكم أن تقدموا حيوانات كبديل فكانوا حين يخطئون يقدمون القربانوت أي الذبيحة الحيوانية وما كانوا يفعلونه هو ما يدعى في الدوي حين تخطئ إلى الله في يوم كيبور يقدمون ذبيحة في الدوي تضع يديك على الحيوان وتقول أنا كهذا الكبش كهذا الكبش وتعترف بخطاياك عليه ووضع اليد عليه يعني أنك تنقل خطاياك إلى ذلك الكبش بالضبط فتصير حياة ذلك الحيوان بديلا عن حياته هذا الحيوان سيأخذ مكاني أنا كان يجب أن أموت على المذبح ويسفك دمي لكن نعمة الله سمحت بكيبورا كفارة بتقديم ذبيحة لتكفر لتدفع الدين عني هل يمكن من فضلك أن تشرح لنا ما هي أهمية يوم كيبور وأيضا المعنى الذي يحمله لنا الآن أيضا نعم كما قلنا كانت هناك ذبائح مميزة كانت إحدى السمات الأساسية لذلك الوقت جزء من تلك الذبائح كان التيسين الذين يقدمان أحدهما يذبح نعم ويقدم كمحرقة أعتقد يقدم كمحرقة يحرقونه بالكامل حسنا والآخر كان يطلق عليه عزازيل أو التيس الهارب نعم الذي يطلقونه في البرية يعترفون بخطاياهم عليه ويأخذون التيس إلى البرية ويدفعونه من حافة جبل كعلامة على أن الخطية قد أزيلت ولن ترى مرة أخرى أبداً حسناً وكانت تلك هي أهم ما في ذبائح الثيران والتيوس لكن في النهاية كان الله يجهز لنا جميعاً ذبيحاً أعظم منها في شخص يسوع المسيح المخلص في إشعياء الثلاثة وخمسين وهو مجروح لأجل معاصينا مزحوق لأجل آثامنا وبحبره أي بحبر المسيح يسوع المسيح نحن قد شفينا لأننا كلنا كغنم ضللنا والرب وضع عليه أي وضع على المسيح يسوع المسيح إثم وخطية جميعنا إذن يوم كيبور يشير لنا إلى الذبيح الأعظم الذي لنا في المسيح وهذا مهم جداً جداً أنت تعلم؟ سأشرح لك هل خرقت من قبل في الإجازات أو في عيد ميلاد مميز وتحمست كثيراً ونتيجة لذلك صرفت مالاً أكثر جداً مما يجب في شراء الهدايا وفجأة تفتح كشف حسابي بطاقة الإتمان وتقول لا أستطيع أن أدفع ماذا أفعل؟ ماذا فعلت؟ لقد صرفت مالاً لا تملكه بالضبط؟ وحين تصلك الفاتورة تدرك ذلك ماذا تفعل؟ أنت فقط تدفع الحد الأدنى لبطاقة الإتمان إن دفعت الحد الأدنى هناك حد أدنى عليك دفعه كل شهر وطالما تدفعه لن يتصل بك البنك ويقول لك أين نقودي؟ لكنك تؤجل الديون من شهر لآخر نعم عندما تدفع الحد الأدنى كل ما تفعله هو أنك تدفع الفائدة ولا تدفع المبلغ الأساسي هذا ما تفعله الشركات معك تريدك أن تدفع الفوائد للأبد تستمر تدفع ولا تكون قد دفعت دينك الأساسي لها هذا يشبه ذبائح العهد القديم كلمة كيبارة التي تلفظ بنفس الطريقة في اللغة العربية نعم إنها كفارة نلفظ نفس الكلمة تقريباً نعم بالرغم من أننا لدينا معنى مختلف ربما شرحته لك فيما بعد لكن نقول نفس الله نعم يوجد ارتباط لذلك فإن كرسي الرحمة كان يسمى كيبورة لذا يوم كيبور أي اليوم الذي صنعت فيه الكفارة الذي يكفر فيه لكن كلمة كفارة في اللغة العبرية أو كيبور تعني يغطي فقط يغطيها ولا يزيلها أي أنك لا تحل المشكلة نعم بل تغطيها فقط ذبائح العهد القديم هي بالضبط مثل دفع فوائد بطاقة الإتمان فقط لكي تتجنب الوقوع في ورطة كانت الذبائح لكي لا تقع في ورطة مع الله لكنها ليست الحل لكنها ليست الحل لا تقدر أن تمحوها بشكل نهائي وهذا هو الأمر الذي يتحدث عنه كاتب رسالة العبرانيين في عبرانيين الأصحاح العاشر هناك فقرة مهمة جدا تقول لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون وإلا أفما زالت تقدم من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا لكن فيها كل سنة ذكر خطايا لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا لذلك عند دخوله أي المسيح إلى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر ثم قلت ها أنا ذا أجيء في درج الكتاب تأمل معي الآية القادمة وربطها بالمسيح مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله يتحدث عن المسيح الذي سوف يأتي في النهاية ويمحو كل خطايانا لذلك نحن الآن نثق أنه في المسيح لم تسدد فقط الفوائد لكن الدين كله قد سدد ومحي وأزيل وانتهى تماما ماذا يحدث أيضا في ذلك اليوم يوم كيبور بحسب التقليد اليهودي أو بحسب ما يذكر في الكتاب العديد هناك أمر آخر مهم يحدث في ذلك اليوم تذكر أن موسى صاعد في الشافلوت يوم الخمسين نعم ليحضر الوصايا العشر وحين نزل وجد الشعب يعيشون في فوضى فوضى عارمة وهارون الذي كان يفترض بي أن يساعدهم صنع لهم تمثال العجل الذهبي صنما نعم رآهم موسى يعبدون عجلا عجلا ذهبيا صنعوا صنما وكسروا الوصية الأولى والأساسية وهو يحمل اللوحين يحمل اللوحين فأخذهما وكسرهما علامة على أنهم قد كسروا عهد الله في البداية أراد الله أن يهلك الشعب وتضرع موسى لله وقال له إن أهلكتهم فأهلكني أنا فقال الله سأبدأ شعبا بك يكمل معك يا موسى فقال له لا فغفر الله للشعب وقال لموسى اسعد إلى الجبل مرة أخرى فصعد موسى إلى الجبل وفي نهاية الأمر نزل من الجبل وكان ذلك في يوم كيبور بلوحي الشريعة الآخرين واو إذن أعطاه الله اللوحين الجديدين في يوم كيبور نعم ثم نزل من الجبل وأعطاهما للشعب في يوم الكفارة لماذا؟ لأنه اليوم الذي غفرت فيه خطيانه وتقديم هذين اللوحين الجديدين للشعب يعني أن الله غفر لهم وأنه مستعد لإعطائهم فرصة ثانية لذلك فإن يوم كيبور هو يوم الفرصة الثانية جميعنا في وقت ما نخطئ إلى الله لكن الله أرسل يسوع كمخلص ليموت من أجلنا لتكون لنا فرصة ثانية فرصة ثانية في الصغري كنت أحب أن ألعب لعبة اسمها كيكبول فيها تركل الكرة ثم تجري وتدور ومسموح لك بإعادة واحدة فقط فإن ركلت ركلة سيئة تقول أريد إعادة عندها فتكون لك فرصة ثانية تعاد الركلة أوكي أوكي تأخذ فرصة أخرى لتركل نعم نعم إلهنا دوما يتيح لنا الفرصة يحب أن يسمح لنا بالإعادة أن يعطينا فرصة ثانية تكر في بطرس الذي كان الصخرة كان الرجل الأساسي وكان القائد أفسد الأمر ماذا فعل بطرس؟ نعم لقد أنكر يسوع وابتعد عنه وتبعه من بعيد بعد أن قال إنه سيقاتل للنهاية لكنه أنكره في نفس الليلة ورغم ذلك سامحه الرجل نذر إليه وعطاه فرصة ثانية فرصة ثانية وطلب منه أن يرعى خرافة ويرعى غنم نعم واو إذن الله هو إله الفرص الثانية أتعلمون يا أصدقائي ربما تشعرون بأنكم أفسدتم الأمر كبطرس ربما تشعر وكأنك حصاة صخرة حصة أخطأت لكن الله إله الفرص الثانية وهو يحبك ومستعد أن يسامحك على أي شيء فعلته ويمكنه أن يفعل العجائب مدرسة رسم قالت لا توجد أخطاء في الفن يمكنك أن تصنع شيئا جميلا من خطأ فعلته يريد الله أن يفعل هذا معك ابني أخطأ في شيء وهو يرسم فقلت له لا تحزن اصنع منه شيئا فأخرج سورة جميلة من خطأه هذا يريد الله أن يفعل هذا معك حتى في خطأك ستعمل كل الأشياء معا للخير لمن يحبون الله المدعوون حسب قصده آمين آمين إنها أخبار سارة يا له من كرم عظيم يعطينا الله فرصة ثانية وهذا ما يجب أن نفعله مع الآخرين أليس كذلك أنت معي وهذا الغفران ليس من جهة الله فقط ولكن من جهة الآخرين أيضاً صحيح؟ نعم بالطبع نعم صوت الشوفار عشرة أيام قبل يوم كيببور هو صوت مخصص ليدعونا إلى تيشوفا أن نتوب ونرجع لنعود إلى الله وتكون بيننا علاقة حية من خلال الرب يسوع المسيح دعينا لنرجع إلى أنفسنا مرات كثيرة نحن نفقد هدفنا ونفقد طريقنا ونفقد هويتنا مثل الإبن الضال خلقنا لهدف لكننا نسعى وراء أمور تافهة ونضيع وقتنا ونضيع حياتنا ونفعل أخطاء يجب أن نعود لما خلقنا الله له وإلا سنكون كالعبيد في مصر يحاولون صنع طوب بدون تبنه لا يمكن أن تكون شخصا مختلفا عما يريدك الله أن تكون وفي نفس الوقت يجب أن نرجع لعلاقات صحيحة مع الآخرين وكما غفر الله لنا يجب أن نغفر للآخرين للآخرين يقول الحخمات يوم كيبور كفارة بيننا وبين الله لكنه لا يصنع كفارة كاملة ما بيننا وبين الآخرين إلا إن طلبنا من الآخرين أن يغفروا لنا يقول الكتاب هنا في متة كلاما مهما إنه إن لم نغفر نحن للآخرين لن تغفر خطيانا أبدا كيف نتوقع أن يغفر لنا الله خطيانا إن كنا غير مستعدين أن نغفر للآخرين جميعا أيضا هذا أمر مهم جدا جدا ويقول يسوع فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك اذهب أولا اصطلح مع أخيك وحينئذ تعال وقدم قربانك على المذبح حسنا لقد قلت من قبل إن الكاهن يدخل في ذلك اليوم يقدم ذبيحة لله عن نفسه وبالنيابة عن شعبه أيضا لماذا لا نفعل هذا اليوم؟ هل فقط لأنه لا يوجد هيكل أم لأن الله قد تمم ذلك الأمر في العهد الجديد؟ نعم هذا السؤال سؤال عظيم بالفعل هذا شيق تذكر قولنا إنه يقدم تيساني كذبيحة وأحد الأمور التي تحدد أي تيس منهما سيقدم هو القرعة التي يلقونها نعم كانوا يلقون قرعة لأنهما كان تيسين نعم نعم وليحددوا أي منهما سيقدموا ذبيحة على المذبح وأي تيس سيطلق ليهرب والقرعة الأولى كان يجب أن تكون في اليد اليمنى لأن اليمين جانب المحبة واللطف وكل تلك المعاني وقبل تدمير الهيكل في أوروشاليم بأربعة أعوام بدأت أمور غريبة تحدث وقعت القرعة في اليد الخطاء وفجأة فتحت بوابات الهيكل من نفسها ورأوا أن ذلك علامة دينونة وكان هناك قضيب في الهيكل لونه أحمر كان يتحول تلقائيا من الأحمر إلى الأبيض في يوم الكفارة بعد تقديم الذبائح كما يقول الكتاب إن كانت خطياكم حمراء كالقرمز فإنها تبيض كالثلج هناك شيء آخر توقف ذلك القضيب الأحمر عن تغيير لونه لماذا؟ ما حدث؟ قبل التدمير بأربعين عاما يسوع المسيح جاء وعلم وأعلن البشارة المفرحة وقدم حياته على أنه خروف الفصح لا بدمي عجول ولا بدمي تيوس بل كل ما يشير إليه يوم كيبور أي يوم الكفارة للغفران والحرية قد تم بالكامل في شخص يسوع المسيح لا نحتاج ذبائح حيوانية نحتاج أن نقبل الذبيحة التي قدمها يسوع المسيح مرة واحدة على خشبة الصليب لكي نتحرر وننال الحياة الأبدية إذن لا نحتاج بطاقات الاعتمان لمسدد الدين شهرا بشهر لأن هناك من جاء وقال لقد دفعت عنكم كل ديونكم دفع ديننا للأبد لا تقلقوا بسبب هذا الأمر أبدا وهذا هو جوهر الخلاص أتأكد أنني نلت الخلاص ليس لأن حيوانا مات عني لكن لأن يسوع المسيح مات عني على الصليب هل هناك شيء نختم به هذا الموضوع المهم عن يوم الكفارة العظيم يوم كيبور؟ أريد أن أشاركك بأمر في صغري كان من برامج مفضلة برنامج مسابقات بعنوان ديل أو نو ديل كان يقدمه المذيع هاوي منديل كانت أمام الضيوف عدة حقائب وكان الضيف يختار واحدة يفتحها وواحدة يتركها وهو لا يعرف ما بداخلها لا يعرف ما بداخلها وفي النهاية تتبقى أمامه حقيبتان فقط ويعرف الشخص الذي يلعب أن واحدة منهما بها مليون دولار والأخرى ليس بها إلا دولار واحد وكان الضيف يحمل معه حقيبة والحقيبة الأخرى كان يحملها شخص آخر والسؤال الأخير هل تريد الحقيبة التي تحملها؟ أم تستبدلها بالحقيبة الأخرى؟ تريد التي معك؟ أم الحقيبة الأخرى؟ وهو طبعا لا يعرف أي واحدة بها المليون دولار من الاثنتين يجب أن يقرر فقرر الشخص أن يحتفظ بالحقيبة الأخيرة التي معه وفتحها فوجد بها دولار واحد وانتهى الأمر وخرج كانت أمامه فرصة أن يتبادل الحقائب ولكنه قال أريد حقيبتي اتخذ قرارا سيئا حسنا وما هو عرضنا اليوم؟ يعرض الرب عرضا يريد الرب أن يتبادل معنا يريد أن يأخذ حقيبتنا المليئة بخطايانا وأثقالنا وسقطاتنا وأوجاعنا وألامنا وإحباطاتنا وكل أخطائنا في الماضي ويريد أن نستبدل بهذا حقيبته المباركة التي هي حقيبة الخلاص وهي حقيبة الحياة الأبدية بالإيمان بيسوع المسيح أي عطية الخلاص كل ما علينا هو أن نستبدل بما لدينا الإيمان وهذا هو أفضل عرض يمكن أن يعرض عليك هذا أفضل عرض يمكن أن تتلقاه وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة تستطيع أن تقبل عرض الله اليوم افتح قلبك وقل له يا رب أفسدت الأمر كثيرا في حياتي أخرج من خطية إلى أخرى ومن سقطة إلى أخرى لكن الله هو إله الفرص الثانية أعطاني فرصة ثانية وسيعطيك أنت أيضا فرصة ثانية افتح قلبك ثق فيه وقل له يا يسوع أريدك أن تأتي إلى حياتي وتعطيني حياة جديدة فيك لا أريدك أن تغطي خطيئي بل أن تغفر خطيئتي أريد أن أقبل عرضك الكريم هذا الرب يبارككم ويحفظكم بأمان